فكرت قبل كده ازاي بتتم صناعة افلام الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد 3D animation وايه الفرق بينها وبين الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد 2D animation ممكن باختصار نقول ان الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد 2D animation او اللي تشهر منها الفاظ ممكن بتكون بتوصفها او بتوصف نوع منها زي الانيمي او الكارتون هي فعلا رسوم frames بتتحرك الصور المتحركة دي بنقول عليها frames بتتعرض بسرعة معينة فده بيدي للمشاهد اهام بالحركة 3D animation هو تحريك لشخصيات ومجسمات ثلاثية الابعاد هنعتبرها كأنها شبه عرائس او لعب مجسمة بس موجودة جوه برنامج البرنامج ده جوه الكمبيوتر اللي بنشتغل عليها البرامج دي متخصصة وفيها ادوات كتير بتخلينا نقدر نبني الشخصيات او الاماكن ونعمل ميكانيزمات حركة للشخصيات اشبه بالهايكل العظمي والعضلات سوا فهنا اللي بيحصل كأننا بنحرك الشخصيات دي اللي هنتخيلها عرائس مجسمة اللقطات دي بشكل متتالي للحركات اللي حصلت اللقطات اللي اتفقنا ان اسمها فريمز كادرات او صور لما بنعرضها بسرعة معينة المخ بيبدأ يشوفها كأنها بتتحرك وهنا بيحصل الايهام بالحركة وبنشوف 3D animation انا احمد كامل الشيخ رئيس قسم ديشتال ارس ان ديزاين في معهد تكنولوجيا المعلومات اي تي اي الفيديو ده مقدمة بسيطة عن مراحل صناعة فيلم تحريك سلاسي الابعاد 3D animation وخط انتاجه كامل وبعض الوظائف الفنية التقنية واسماء البرامج والمصادر المختلفة عشان تساعدك كبداية في هذا المجال خط الانتاج بينقسم لسلاس مراحل وهي مرحلة التحضير لانتاج مرحلة التأفيل انهائي ما بعد الانتاج مرحلة التحضير او الاعداد لانتاج بيتم فيها اولا ايجاد الفكرة واللي لها شروط عشان تكون تنفع فكرة فيلم او قصة الشروط بطيرة جدا لكن اهم حاجة نقدر نقولها ان القصة دي لازم يتوفر فيها عقدة او مشكلة او صرعة بيمس المشاهد بالدرجة الاولى فيقدر يتعاطف معاه مثال على كده مجموعة من انجح افلام الانيميشن بتدور حوالين واحد من اكبر مخاوف الاطفال في العالم كله الاطفال كلهم بيخافوا انهم يضيعوا بعيد عن اهلهم فهنا بتكون تيمة الفقد هي العنصر الاهم اللي بتخلي الجمهور اللي اغلبه من الاطفال يتشدل الفكرة على سبيل المثال افلام زي بأجزاءها المختلفة في الافلام دي احنا مش بنتعاطف مع سمكة او روبوت او لعبة احنا بنتعاطف مع حد ويضيع من اهله وبيته وبيبقى عايز يرجع له الشرط التاني ان الفكرة ما ينفعش تكون مشكلة تقلدية بتواجه الناس كلها عادي لازم التحدي او العقدة تكون مشكلة وجودية وقوية عشان تخلي المشاهد يبقى مشدود انه يكمل الفيلم ممكن نقول ان اي قصة لازم يتم سيغطها في سيناريو وهو ممكن تخيله كوصف لصور متتالية بتحكي قصة الفيلم ده والحوار ان وجد هو الجمل الحوارية اللي بيدقولها الشخصيات بطريقتها عشان تكمل حكاية قصة الفيلم ولي بيقوم بكتابتهم كاتب او كتاب السيناريو والحوار وعلشان نعرف اكتر عن شروط وطرق كتابة السيناريو بنررشح لكم كتاب السيناريو لسيد فيل وهو من الكتب المهمة جدا والمبسطة في نفس الوقت بننصح اي حد مهتم للبدء في القراءة عن السيناريو وبالبدء به بعد ما بيبقى فيه سيناريو قصة سينمائية بييجي دور المخرج واللي بيعتبر هو قائد العمل وبيتدخل في بناء وصياغة كل تفاصيله بما فيها احيانا طلبات او تعديلات للسيناريو وطريق التصويره على الشاشة وبيصيغ سيناريو تفصيلي اخراجي بيتم فيه ازاي هيكون الفيلم لقطة بلقطة وبيشمل ده حجم اللقطات وتكوينها وحركة الكاميرا او سابتها ويقاع الفيلم وطريق اداء كل شخصية وغيرها من عناصر متعددة بيساعد المخرج فريق مكاون من تخصصات كتير بيقوم المخرج وفريقه بتفكيك عناصر الفيلم وتجهزها لعناصر ابسط ومفصلة علشان يتم توزيع العناصر دي على فريق العمل كل واحد في دوره وتخصصه وبيتكتب كل ده في سيناريو تفصيلي عن السيناريو الاصلي للفيلم بنسميه السيناريو الاخراجي مشهور في مصر بالاسم الفرنسي ديكو باج من اهم المصادر اللي نقدر نعرف بيها اكتر عن الاخراج السينمائي كتاب قواعد اللغة السينمائية لدانيال اريخون بعد كده بنحاول السيناريو الاخراجي لصور متتالية مرسومة ومبسطة لشكل اللقطات اللي تم كتابتها في السيناريو الاخراجي بنسميها ستوري بورد ودي اللي بيرسمها فنان متخصص اسم ستوري بورد آرتست بيبقى فاهم ازاي يحاول السيناريو الاخراجي لكدرات وفقا لمعرفة جيدة بقواعد السينماء والاخراج وظيفة السيناري بورد هي انها مرجع الفيلم الرئيسي بعد كده لكل فريق العمل لحجم الشخصيات في الكدر اماكنها بالنسبة لبعضها البعض وحجم ونسب الاماكن والاشياء المختلفة في الفيلم مع توضيح حركة الكاميرا وتفاصيل كتير هينفذها فريق العمل بعد كده بعد كده بيكمل السيناري بورد آرتست بسيط أحيانا الأهم الأحداث أو مفاتيح الحركة وإضافة بعض المؤسرات والأصوات وظبط الوقت عشان تكون تقريبا دي أو البروفا لحكاية قصة الفيلم بالطريقة دي وده علشان المخرج وفريق العمل يقدروا يشوفوا ترتيب عرض المشاهد بالشكل ده وتأثيره على فهم القصة بالشكل الأمثل وفقا لرؤية المخرج اللي هو هنا بيقرر الحدوتة تتحكي ازاي وفقا لرؤيته وبيتم تجميع الأنيماتيكس عادة بطريقة أشبه بالمونتاج والله هنعرف عنه أكتر في آخر الفيديو ممكن بالتوازي مع كتابة الستوري بورد أو بعد ما نخلصها تبدأ مرحلة الكونسيت أم ديزاين وهي مرحلة تصميم كل شيء في الفيلم بيتم عمل تصميمات تفصيلية متعددة إيه شخصيات الفيلم كاركتر ديزاين وأماكنه اللي بنسميها لوكيشن أو ستس أو إمفيرومينت ديزاين وعناصره المساعدة اللي هيستخدمها الشخصيات بشكل عام زي الأسيتس أو بروبس وكل التصميمات دي بتكون وفق الاتجاه الفني العام اللي هيمشي عليه الفيلم كل بيقوم بالمرحلة دي فريق التصميم الخاص بالفيلم بقيادة الأرت دايركتور طبعا تحت التعليمات والرؤية العامة لمخرج الفيلم ومع الأرت دايركتور فريق من فناني التصميم متخصصين في الإمفيرومنت والكاركترز وتخصصات أخرى ولما بيبقى عندنا تصميم لكل عنصر من عناصر الفيلم وتحريك مبدأي الكادرات الفيلم وستوري بورت وإخراج هنا بيبقى خلصنا مرحلة التجهيز للإنتاج البري برودكشن ونبدأ بعدها مرحلة الإنتاج نفسها مرحلة الإنتاج البرودكشن وهي المرحلة الأضخم والأكبر في إنتاج الأفلام على سبيل المثال فيلم زي راتاتوي استغرق من بداية تطويره لحد صدوره للأسواق 7 سنين من عام 2000 ل2007 وده طبعا بداية من الفكرة لحد الصدور النهائي للفتح وفيلم كوكو استغرق إنتاجه 6 سنوات من 2011 ل2017 الفيلمي من إنتاج استوديوهات بيكسار التابعة لديزني مرحلة الإنتاج بشكل عام هي تحويل التودي سكيتشز أو الكونسفت اللي احنا خرجنا بيها من المرحلة اللي فاتت إلى 3D Models وبيتم إضافة بعد كده تحريك وإضافة سمات مظهرية ومؤسرات عليها وصولا لخروجها للصورة شبه النهائية للفيلم بتبدأ مرحلة البرودكشن بإننا بنحدد لإيقاوة مبدأي التكوين ونسب المجسمات اللي هتكون بيئات الفيلم هنا هيبقى فيه شجرة هنا هيبقى فيه ممر وهنا هيبقى فيه فاب البيت والبيت حجمه أد كذا ونسب وحجم الشخصيات بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للبيئة اللي حواليها ولبقية العناصر جوه الفيلم بعد ما حطينا تصور لإحداثيات الأماكن ونسبها ونسب الشخصيات بتبدأ مرحلة المودرينج للبيئات والأماكن الخاصة بالفيلم والشخصيات والعناصر المساعدة عملية المودرينج هي عبرها عن تحويل لأشكال بسيطة لأشكال أكثر تعقيدا بطرق وأوامر مختلفة والتحويل ده بيتم بناء على التحليل البصري للشكل اللي عايزين نطلعه وهو مكوى من أجزاء عبارة عن إيه وبعدين بنفكر إيه الخطوات التقنية اللي ممكن تتعمل عشان نوصل له بيقوم بعملة المودرينج فريق من المودرينج طريقة مودرينج الشخصيات مختلفة في بعض التفاصيل مثلا لإنه حاليا بيتم بناء أغلب الشخصيات بطريقة النحط الرقمي من البداية Digital Scalputing اللي بقى بيتم في برامج متخصصة زي ZBrush أو Madbox وبرضو تم إضافة الميزة دي في العديد من برامج 3D الأساسية وده لأن النحط الرقمي بيدي إمكانيات فنية أعلى وأسرع لبناء الشخصيات وأحيانا كمان بيتم استخدام النحط الرقمي في بعض العناصر اللي بتكون مليانة تفاصيل في المودلز التقليدية زي البيئات أو الأسطح الصلبة Environment or Hard Service اللي أحيانا بنحتاج بعض الأضافات عليها اللي بتتم بطريقة النحط الرقمي بعد المودلينج بتيجي مرحلة أساسية لاستكمال إعداد المودلز للمراحل اللي بعد كده وهي مرحلة UV Layout وهي عملية إفراد للشكل سلاسي الأبعاد على شكل صورة صناعية الأبعاد وده علشان نقدر نرسم عليها الملامس والألوان اللي هتكون عليها في صورتها النهائية واللي بنسميها Textures مرحلة UV بيتم عادة في برامج السريد الرئيسية أو في بعض الأحيان في برامج متخصصة زي UV Layout أو Prism UV طيب إيه هي مرحلة التكشورينج؟ مرحلة التكشورينج هي مرحلة لرسم الملامس والباترنز المختلفة للمجسمات سلاسية الأبعاد على برامج خاصة كده زي برنامج Mary أو زي برنامج Substan Designer تخيل مثلاً إن احنا عملنا شخصية فالشخصية دي لها لون جلد وبشرة وملمس وشكل البشرة دي ولون شعر ولون ملابس وكذلك لو عملنا كرسي مثلاً فالكرسي ده فيه جزء خشب فيه جزء معدن فيه جزء وماش مرحلة التكشورينج هي المرحلة اللي بتدي الألوان والملامس دي للمجسمات سلاسية الأبعاد الشيدينج هي مرحلة سابقة ولاحقة لمرحلة التكشورينج وهي المرحلة اللي بيتم فيها تحديد الخواص الفيزيائية للمواد المختلفة من انعكاس للضوء أو كسره أو نفازيته أو كيفية تقبل المادة لتوزيع الإضاءة عليها ونفازيتها الجزئية للضوء زي خاصية السبسيرفس سكاترينج وكسر الضوء خلال مروره بالأجسام الشفافة وغيرها من الخواص اللي بتحدد ما هي المواد الماتيريالز وهي في اصطلحنا هنا في عالم 3D animation بنسميها شيدرز الشيدرز على سبيل المثال زي الإزاز شفاف ده ستانلي ستيل ده حديد ده مطاط فكرة أن كل مادة بتسلق سلوك مختلف مع الإضاءة بتعكس الإضاءة بتكسرها وتمتصها إلى آخره من هذه الخواص هي دي مرحلة الشيدينج وهي مرحلة بتتم على البرنامج الرئيسي للبيبلاين حسب نوع render engine اللي بتشتعل عليه الشركة اللي بتنفذ الفيلم مرحلة ريجينج هي بناء الميكانزمات أو الآليات لتحريك الآلات والشخصيات والأشياء في العالم سلاسي الأبعاد كي أننا بنبني ميكانزم لحركة سيارة أو آلة أو نظام عضلي وعظمي لتحريك شخصية زي هيكل عظمي والتحكم فيها سواء شخصية حقيقية أو شخصية كارتونية وده عادة بيتم على نفس البرنامج الرئيسي للبيبلاين مثال زي مايا أو بلندر عملية ريجينج بتتطلب من فنان 3D ريجينج قدر كبير من المعرفة الجيدة للتشريح والبرمجة ومعرفة واسعة بتطبيقات 3D وكذلك معرفة الحركات اللي هتؤديها الشخصية أو الموديل اللي هيتم عمل نظام ريجينج لي وعملية ريجينج مهمة جدا علشان نقدر نحرك أي شخصية أو مجسم بشكل جيد في مرحلة الانيميشن تخيلها كده ماني كان خشبي ملوش أي سيستم للحركة أو العضلات وبعدين بقى له عضلات وعضم ساعتها يقدر يتحرك ويعبر بعد مرحلة ريجينج بنقدر نبدأ التحريك أو الانيميشن وفكرة إحساسنا بالحركة في الانيميشن بتعتمد بشكل أساسي على الإيهان بالحركة لما بنقدر نوصل لعرض عدد معين من الصور في الثانية الواحدة بشكل متتالي بداية من 11 صورة في الثانية بيبدأ مخينة بيشوفها على إنها صور متدخلة مش صور منفاصلة وبنشوفها حركة متصلة ولما بنوصل لأرقام زي 16 صورة أو 16 فرين في الثانية بنشوف جودة حركة أفضل 24 صورة في الثانية هو أكتر رقم مناسب مثلاً لعرض السينمائي وده بسبب النظم الصوتية المستخدمة في الشريط السينمائي 25 أو 30 فرين في الثانية دي أنظمة مناسبة أكتر للتلفزيون حسب نظام العرض الموجود في الدولة مرحلة الانيميشن هي المرحلة اللي بيتم فيها بس الحياة في الشخصيات والأشياء وفقاً لقواعد فنية وفيزيائية بمساعدة نظم تحريك زي اللي اتحطوا في مرحلة الريجينج وده برضو وفقاً لمبادئ مشهورة تم وضعها في تجارب كتير من أشهرها المبادئ الاثناشر اللي تم سياغتها استناداً لمبادئ التحريك في ستوديوها الدزني من أشهر الكتب اللي نقدر نرجع لها لو حابين يعرف بشكل أعمق عن التحريك كتبين مهمين بنعتبرهم من أمهات الكتب في التحريك زي كتاب زي أنيميتر سيرفايفل كتب لريتشارد ويليامس أو كتاب المؤسرات الخاصة بمرحلة 3D تعرف اختصاراً بمرحلة الـ FX أو الـ Dynamics وهي محاكاة الأقمشة والملابس والسوائل والانفجارات والشعر والفرو وحركة الرمال والجزيئات وتحطم الأشياء وتأثير الهواء وارتضام الأجسام ببعضها ببعض وغيرها من العمليات اللي بتتطلب معرفة ممتازة بمراحل صناعة 3D أنيميشن الأساسية بالإضافة لبعض البرامج المتخصصة زي ريل في الوهودين كذلك بتتطلب معرفة جيدة بمهارات البرمجة وأجهزة فائقة القوى للمحاكاة السيميوليشن الإضاءة وهي مرحلة بيتم فيها توزيع ومحاكاة الإضاءة بشكل فيزيائي ومصرحي وفني علشان تناسب الشكل الضرامي في كل مشهد بيتم إخراجه في العمل وهي مرحلة بتتطلب معرفة جيدة بفيزياء وقواعد الإضاءة الفنية والمصرحية بالإضافة لتطبيق ده على البرامج سلسية الأبعاد وده بيتم عادة على برنامج 3D رئيسي للبيبلاي وحسب الرندر إنجين اللي بيتم استخدامه مرحلة الرندر وهي المرحلة اللي بيتم فيها حل المشاكل الموجودة في خط الإنتاج بشكل كامل ومراجعة الشيدرز والتكشيرز وغيرها وإعداد المشهد لكي يتم حساب كيف ستكون الصورة النهائية وفقاً للمدخلات السابق لكي تخرج الصورة بشكل فني على هيئة Sequence of Images صور متتابعة بيتم تجمعها بعد كده في مشاهد على هيئة فيديوهات علشان تدخل في إنتاج الفيلم النهائي مرحلة الرندر بتعتمد عادة على الرندر إنجين الموجود في البرنامج الرئيسي أو اللي بنقوم بإضافته بعد كده بشكل لاحق من أشهر أمثلة محركات الرندر أو الرندر إنجين V-Ray, Arnold, Octane, Redshift بالإضافة للرندر إنجين الأصلية اللي موجودة في برامج 3D المرحلة دي بتحتاج لأجهزة إمكانياتها عالية جداً بنسميها الرندر فارمز وبتاخد وقت وتكلفة كتيرة جداً وبتحتاج لفريق عنده قدر كبير من المهارة لحل المشكلات التقنية اللي ممكن تحصل فيها وصولاً للصورة شبه نائية للفيلة بعد الرندر بنكون خلصنا مرحلة الإنتاج علشان نبدأ في مرحلة التقفيل النهائي أو ما بعد الإنتاج مراحل البوست تردكشن بيتم فيها تجميز المشاهد اللي بيتم إخراجها من الرندر علشان يتم تجميحها ومعالجة عيوبها وتحسنها وصوراً لي مخرج فيل وتكامل مرحلة التركيب أو الكمبوستنج وهي المرحلة اللي بيتم فيها معالجة عيوب الرندر والصورة وتحسين ألوانها ومعالجة أي عيوب بصرية فيها توحيد النمط العام للفيل وتركيب ودمج عدة عناصر مع بعضها البعض ممكن فيديو حقي مع مجسمات سلسية الأبعاد ممكن فيديو مع فيديو ممكن عناصر مختلفة وكذلك من مهام مرحلة الكمبوستنج تحسين الصورة النهائية للمشاهد كلها بعد الكمبوستنج بيبقى فيه مرحلة الكالر جريدنج ممكن يجي في بالنا هواليه الألوان السينمائية أقوى وفيها تباين كونترست ومدى لوني غير موجود في الألوان اللي بنشوفها في الحقيقة هنا بتيجي أهمية مرحلة التصحيح اللوني معالجة ألوان الفيلم الكالر جريدنج أو الكالر كوريكشن وفيها بيتم تكوين كالر سكيم عامة للفيلم وتكوين كالر سكيم عامة لكل مرحلة أو لكل مود في الفيلم والتعبير بالألوان عن مود الفيلم أو الدراما اللي عاوزين موصلها للمشاهد يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا محتاج أخلي المشاهد يحس بالوحشة والبرد هيكون مود ألوان الفيلم ألوان بردة أزرقات ورمضيات مثلا على سبيل المثال زي فيلم The Revenant ولو عايز المشاهد يحس بالصحراء والحر هنخلي الألوان كلها دافئة وفيها درجات برتقالي وبنيات زي على سبيل المثال مثلا فيلم Mad Max Fury Road كمان الألوان بتدي إحاء بالزمن زي السبعينات مثلا أو ببلد معينة زي إحاء ندي ألوان بلد معينة في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في المكسيك على سبيل المثال فيلم كوكو كان بيتم في المكسيك فتم إعطاه مود لوني نعبر عن مدن المكسيك في مرحلة الساوند ديزاين بيقوم فريق الساوند ديزاين أو الساوند انجينيرين بتصميم الشريط والمؤسلات الصوتية للفيلم وبناء الشريط الصوتي اللي بيدي الفيلم الإحساس بالصوت والحيوية والوقعية والدراما زي تصميم المؤسرات الخاصة بكل حركة زي أصوات خطوات وانفجرات معارك وتصميم مؤسرات صوتية للبيئات المختلفة وتوزيع الموسيقى التصويرية مع المنتاج للفيلم المرحلة دي بتنقسم لمراحل داخلية مثلا على سبيل المثال مرحلة الفولي آرت واللي بيتم فيها عمل محكاة للأصوات المختلفة بالمؤسرات في الفيلم مرحلة المكساج وغيرهم أخيرا مرحلة الفيديو إيديدينج وهي آخر مراحل إنتاج الفيلم بيقوم بيها المونتير أو الفيديو إيديتور بيقوم هنا بالمنتاج وهو ضبط إقاع الفيلم وترتيب المشاهد علشان تخرج الصورة والصوت والإقاع بالشكل الأمثل المعبر عن القصة وده وفقا لرؤية المخرج وبشكل يحقق المعنى المطلوب بدون مط أو إملال والمرحلة دي بتتم على برامج متخصصة زي أدو برمير أو فينال كات أو أفيد ميديا كومبورز بعد المرحلة دي بنوصل لفيلم نهائي وجهز العدو للمشاهدين في مصادر كتير قوي تقدر تتعلم منها كل مرحلة من المراحل اللي بذكرناها كل اللي عليك أنك تدخل على المواقع التعليمية زي Linked in Learning BluLarSite Udemy Udacity Skillshare Autodesk Tutorials Blender Tutorials وتكتب اسم المرحلة زي اسم البرنامج اللي تحب تشتعل عليه من برامج 3D وهتلاقي مجموعة من الكورسات اللي تفيدك بشكل مفصل وكورسات حسب المستوى اللي انت حابب تبدأ منه ويزيد عليهم مواقع زي SideFX كمصدر للتوتوريال في مرحلة الDynamics والFX وموقع FXBHD في نفس المرحلة وكذلك في مراحل الComposting والColorGrading وفي مدارس متخصصة في تعليم الAnimation Online أهمها Animation Mentor Anime School iAnimate وAnime Squad أمثلة الشركات العالمية في مجال صناعة الأفلام سلسية الأبعاد طبعا أهمهم Walt Disney Pixar Dreamworks Sony Pictures وفي بعض الشركات المحلية اللي عاملها في مجال 3D Animation أو VFX زي Aroma Mercury Monkeys Full Moon Studios Trend VFX Hive Zacroo أخيرا في معهد تكنولوجيا المعلومات بنقدم مصارات مختلفة بتخدم صناعة الأفلام سلسية الأبعاد 3D Animation على رأسها مصار أو تراك 3D Art وكذلك 3D Modeling Environment Artist وكذلك تراك 3D Character Arts علشان تعرفوا أكتر ممكن تزوروا موقع أكاديمية Digital Arts and Design على الرابط التالي وموقع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI اشتركوا في القناة شكرا